فنون مليكة بن دودا دعمها للشباب المبدع الفائز بجائزة رئيس الجمهورية لمعاشي للمبدعين الشباب في طبعتها الرابع عشر وقالت الوزيرة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه لا ينبغي التفريط في هذا الجيل المتحفز مؤكدة أنها ستوفر لهم فضاءات وسيتلقون الاهتمام الذي يستحقونه لأن مرافقتهم ذوق وثقافة قبل أن يكون واجبا والتزاما مهنيا وسياسيا